ازاي جات لك انك تروح تلعب كرة شراب في الشارع معاه؟ هل كان لك فرقة معينة في كرة الشراب وبتلعب في كل الاحياء والكلام ده كله؟ ولا انت كان اي حد بيختارك وبتروح تلعب معاه؟ والله انا كانت الموهبة يعني باينة من صغري وأنا صغير قوي وكان متبنيني عمي وكان دايما يخدني معاك عمي كان لعب كرة كمان ويلعب كفر الشيخ خلاني الاثنين كانوا لعب كرة في نادي كفر الشيخ انتو عائلة كراوية كلها؟ الحمد لله يعني كان دايما يخدني مع اصحاب الكبار ألعب معاهم في وسطيهم يعني انا كنت انا بقى عائل صغير كده فوسطي ناس كبيرة وأعود رقص فيهم مبتع وكده فاهتم بي واهتم دايما يروح في مكان ونلعب وكده فاكر السورة دي؟ السورة دي بين اتنين عمالقة الحمد لله فاكر السورة دي كمان؟ اه ده ملك عبدالي ملك الاردن الاردن اه مروحنا لابنا متشات في الاردن اه ده 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 كاس افريقيا اه ده اتنين وثمانين ده اتنين وثمانين اه وده كاس كوس كاس الكوس كاس الكوس السنة اللي بعدها نعم تقريبا يعني شوف الصور بترجعنا الاربعين سنة وورا مصر نكامل اه فهو شاف فيك انك لعيب كورة كويس فبدأ اللعبك مع الكبار اه وبعدين عندي خالي ابراهيم جوريدي ده كان مدرب في نادي كافر الشيخ نادي كافر الشيخ مدرب ناشيين نادي كنت لاغدين النادي من بابه يعني اه ما البعيلة كلها كانت لعيب كورة اه ما شاء وكان عنده ميزة كبيرة جدا كان نفسيا كان يحبب اللعيب في الكورة اه كان بيعمل معك ايه بيقولك ايه على الكورة هو مسكني في النشئيين في النشئيين يعني هو الأسسك اه وكنت أنا في كنت أنا سنوية عامة ساعتها وكانوا محتاجين كانوا راحين لعب الترام في سكيندرير لا بس طريقة سنة بس سنة دخلت على سنوية عامة ودخلت على الفريق الأول تلعبت في النشئيين طبعا 13 سنة 13 سنة في النشئيين اه يعني كان سنك كم سنة كان لعبت من وانا وانا تسع سنين لغاية لغاية ما بقى عندي 14-15 سنة يعني معك مفتاح النادي ايوه ما لا يا الله فلعبت من سنك تسع سنين وانت كنت في نادي كافر الشير لعبت 13 سنة في الأشبال في النشئيين طيب احنا باستمرار